بضعة أعواد وأوراق مقوى بتكلفة لا تتعدى ثلاثة دولارات تصنع طائرات صغيرة وتتحول إلى شبح يؤرق المحتلين الصهاينة في الأراضي الفلسطينية المحتلة إنها طائرة غزة الورقية التي ابتدعها مجموعة من الشباب الفلسطيني من رحم النضال الذي تجسد ألوانا من المقاومة بدءا من المقلاع والحجارة وصولا إلى هذه الطائرات التي تنطلق من قطاع غزة المحاصر إلى حيث المستوطنات الصهيونية تم تكوين رابطة تجمع جميع أبناء وحدة الطائرات الورقية والبالونات الحارقة على مستوى قطاع غزة لتوحيد العمل وتنظيمه بشكل يليق بشباب ثائر مناضل ففي إحدى الخيام التي ما زالت منصوبة منذ الخامس والعشرين من آذار الماضي وعلى الحدود الشرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة يلتقي شبان مقنعون بشكل يومي لصنع الطائرات الورقية وإطلاقها نحو الجهة الأخرى المقابلة للحدود ويجري تحميل الطائرات الورقية في كثير من الإحيان بزجاجات المولتوف الحارقة ومواد أخرى قابلة للاشتعال كما تحمل بعض هذه الطائرات بعشرات المناشير باللغتين العربية والعبرية موجهة للمستوطنين تؤكد على فلسطينية الأرض وتمسك أهلها الأصليين بها نحن نطلق هذه الطائرات من أجل اللهم شمعتها في العدو نتشمت فيه لأنه اغتصب أرضنا واحتل أرضنا ولا تخفي الجهات الصهيونية تأثير الأمني للطائرات الورقية وما تسببه من خسائر اقتصادية فعدتها وسيلة لإحداث الإرباك الأمني والاقتصادي لمستوطنيها الذين يقطنون في محيط القطاع والذين تكبدوا خسائر مادية فادحة جراء احتراق محاصيلهم الزراعية تحلق الطائرات عاليا ومعها يحلق أمل الفلسطينيين بعودة طالما انتظروها على جمر النضال والمقاومة